فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين وسط كل ما يدور في منطقتنا العربية وفي العالم أجمع من أزمات وضغوط وفاجعة غزة على رأسها اخترت فضلتك أسماء الله الحسنى لتكون موضوعاً لهذه الحلقات ما علاقة أسماء الله الحسنى بالأزمات التي نعيشها الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه الحقيقة هذا سؤال مهم وأنا توقعت أن يقول الناس كأن شيخ الأزهر غير موجود في مجتمعاتنا المعاصرة لأنه يعود بنا إلى الأسماء الحسنى وإلى ضرورة تذكر الأسماء الحسنى والدعاء بها نعم أعتقد أن الإجابة سهلة لأننا كما تفضلت نعيش أزمة ربما لم يسبق لنا أن عشناها من قبل الفاجعة الكبرى الآلاف المؤلفة التي قتلت ويعني قتلت بطريقة متوحشة ولا إنسانية لم يراعى فيها لا الكبار ولا النساء ولا الأطفال ولا حتى يعني الألفارين والهاربين على وجوههم في الضرق وفي الصحارة وفي التعقب في المدن وتعقب في الطرقات وتعقب في التهجير فطبعا يعني كأنني أنا أو معي كثيرون تأكدوا من أنه ليس لها من دون الله كاشف وحقيقة هي هكذا ليس لها من دون الله كاشف ربنا سبحانه وتعالى هو الأمل هو طبعا هو الأمل وأصبح الأمل متعلقا به سبحانه وتعالى لأن الحل يفوق قدرة البشر البشر فمن هنا طبعا أردنا أن نذكر أنفسنا أولا ونذكر معنا السادة المشاهدين والناس بأن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى فهو يعني الذي وعدنا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله نعم إحنا محتاجين أن يتدخل أو تتدخل رحمة الله بإطفاء هذه الحرب المعجزة إلهية نعم قدرة الإلهية وهي طبعا أنه على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ونحن في انتظار هذا الفرج بعدما نفضنا أيدينا من البشر ومن قدرات البشر بس فضلتك اتكلمت طبعا عن السلبية اللي بيعيشها معظم البشر مع الأسف تجاه ما يدور في غزة لكن في بارقة كده بنشوف بعض المظاهرات الحاشدة في قلب العواصم الأوروبية والأمريكية للتنديد بالعدوان على غزة كيف ترى ذلك؟ هذا هو رد الضمير العالمي أنا لا أقول ضمير السياسي نعم ضمير الشعب العالمي طبعا ربنا سبحانه وتعالي يعني يقولون أن العقل أو هذا الضمير أعدل الأشياء قسمة بين الناس فالعالم أو الضمير العالمي والذي يعبر عنه الشعوب يعبر عنه الناس هو فعلا هذا الضمير الذي يعني يجب أن نقدم له الشكر هنا من هنا في تعبيرهم لرفض هذه يعني أنا قد لا أسميها حربا هذه هي جريمة إبادة جماعية أيضا لا مسيل لها من قبل يعني حضرتك أنا أفهم الحرب أن يكون بين جيشين يقتتلان فحدثني عن الجيش الثاني في غزة أين هو غزة فيها جيش واحد فقط هذا هو جيش الكيان الصيوني والمدرع والمدجج بأشرس الأسلحة الجهنمية أمام من؟ ليس أمام جيش هل حضرتك رأينا جيشا على أرض غزة؟ معه بندقية أو معه دبابة أو معه طيارة ليست حربا وإنما هي إبادة جماعية هم يريدون الأرض ومن أجل أن يعني يصلوا إلى هذا الغرض يجب تطهير الأرض وإبادتها ونزالك شغالين إبادة حتى في الحيوانات طب حين ننظر لمشهد الإبادة في قطاع غزة فضيلة الإمام الآن ونفكر مين المنتصر ومين المهزون في هذه المعركة؟ شوف يا سيدي الأمور لها يعني وخاصة في مثل هذه المواقع لها أمران يعني البدايات والمآلات وقد تختلف المآلات جزريا عن فلسفة البدايات آل بداية فعلا يعني يوميا مئات القتلى من الأطفال ومن النساء يريد قتلى وأشلا والله أنا سمعت صراخ طفل بيعملوا له عملية بدون بنج وهم يقصدون هذا يقصدون هذا يقصدون إيلام إيلام نحن وإيلام الشعب وإيلام الأسرة وإيلام يعني هم يتلززون بالإيلام بقدر ما نتأنم بقدر ما يستمتعون أنا أرى من وجهة نظري أن المآلات لصالحنا أولا القضية الفلسطينية كانت تنسى تماما وأنا سأقول لحضرتك لي لأنه لا يوجد كتاب واحد في عالمنا العربي التربية والتعليم ولا قبل ذلك كان في الآصر إحنا حضينا الكتاب يشرح هذه القضية للتلاميذ لا في الإعداد ولا في السنوي ولا في الجامعة لفت مهمة ديها فضلتك طبعا أنا بقول لحضرتك فإحنا ربما تجد إنسان متخرج من الجامعة لا يعرف الفرق بين المسجد الأقصى ولا قبة الصخر ممكن لو حطيته يقول لك ده المسجد الأقصى أو ده كذا طيب من 48 تطور الفلسطين مع إسرائيل كذا يعني البداية هي غرس القضية في نفوس الأبناء صغار خلينا زيهم هم أولادهم كذا؟ لا هم أولادهم معلمين ومحفظين من وهم بيرضعوا الصغيرين حفظين أن عدوك كذا وكذا وكذا وده أرضك وده كذا من هذا القبيل إحنا ما عندناش كذا وإذا عملت كذا يعني لا تجد من يشجعك في الاستمرار في هذا الخط فطبعا أهلات الأمور كما قلت القضية الفلسطينية أوشكت أن تموت ثانيا برضو العمل على الجابهة الأخرى يقز وعنده خطط إلى أن رأينا ما رأينا في الأيام الشهور الأخيرة ثانيا أرى أن الكيان الصيوني خططه أو الاستراتيجية أو أهدافه الاستراتيجية لم تحق منها أي هدف لا مثلا قضوا على غزة والشعب كما هو أنا أعجب أن كما قلت لحضرتك جيش جهنمي جهنمي تسليح يضرب ليلة نهار في شعب أعزل لا يملك شيء ولا يزال الشعب موجود ويجبر على إخراجه من أرضه ولا يزال واقفا على أرضه حتى الآن هل هذا شيء طبيعي؟ أبدا هل هذه هزيمة للكيان الصيوني؟ هل هزيمة للكيان الصيوني؟ أنا شخصيا أرى أن إذا كنا سنقيس الأمور بمآلاتها أنا أعتقد أن يعني لم ينتصر الكيان الصيوني في هذه المعركة بل انتصرت القضية الفلسطينية وانتصر الفلسطينيون لأنهم وقفوا على أرضهم يعني يفضلون أن يموتوا حتى آخر شخص منهم على أن يخرجوا من هذه الأرض وأرى أن ما حدث دهزيمة لكل هذه الأسلحة وكل هذه المؤسسات التي وقفت وراء الكيان الصيوني ويعني كانت تنفذ ما يريد من دمار ومن قتل وتشريد إلى آخره ما أظن أن في التاريخ حدث أن جيش كما أقول جهنمي التسليح يواجه جماعة أو شعب أعزل ويضرب فيه شهورا حدة ليلة نهار يتعقبه في أماكنه فإذا فروا يتعقبهم وهم فرون ثم بعد ذلك لا يحقق هدفا من الأهداف المعلنة عنه ويقف هذا الشعب صامدا ويقف هذا الشعب صامدا وأحنا والآن بشوف أطفال غزة رغم ده كله بيلعبوا والله قسمي بأقشار قبل الإمام والإمام والإمام والتذكر ده نعم يعني فيهم طبعا ورغم ذلك الأسر يعني كأنها تحملت هذا واعتبرته يعني بلاء من الله سبحانه وتعالى سرعان إن شاء الله ما يزول يا رب ووضع نهاية لهذا الظلم البين ظلم العالم العالم السياسي ولست أقصد شعوب التي خرجت فيه فيها شرفاء كثير طبعا ومرة أخرى شكرا له مرة أخرى شكرا للأمين العام للأمم المتحدة طبعا دائما ما هو الرجل يقف ويحاول إن شاء الله يعني توفق هذه الأضراف في إنهاء هذه المعركة الشريسة مولانا فيه سؤال مهم جدا بيدور في ذهن كل إنسان شريف ولديه ضمير وينظر إلى هذه الإبادة وهذا القتل الجماعي وبيسأل نفسه أعمل إيه؟ ماذا أفعل لنصرة القضية الفلسطينية ولدعم هؤلاء الفلسطينيين؟ كما قلت لك ليس لها من دون الله كاشفة نحن الآن كلنا يعني حتى الجماهير هنا أو حتى الجماهير في الغرب نحن ليس أمامنا إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى ليلة نهار أن يلجم هذه الضغمة المفترسة وأن يشد من أزر الشعب غزة وأن يظل واقفا وصامدا ومعتمدا على الله وعلى الإيمان بالله وهو أقوى من أي سلاح في العالم ليس أقوى سلاحه بسه ده يعني يمكن مطلعتش الأسلحة دي قبل كده ومع ذلك هو واقف وموجود ولن يخرج من هذه الأرض قد يعني يبيدونهم يبيدونهم لكن لن يتحقوا وطبعا هم عايزين الأرض دي عشان بعد كده يقفزون منها على السيناء ليحققوا أحلام يقظاه إسرائيل الكبرى إسرائيل الكبرى ومكتوب كذا أخوانا مكتوب إن الأرض لله يوريثها من يشاء من عباده ده قانون عندنا أحنا أنتوا بتقولوا عندكم نصوص إحنا عندنا نصوص كمان أنه مش هيحصل ده فده بيورجانا مرة تانية الحقيقة ده مش حرب دينية كمان خذ لبقى حضرتك ده أن الصهيونية السياسية وهرزل هو أبو الصهيونية غير متدين وكثيرون يقولون إنه ملحد فده إنما هي يعني جابت شماعة الدين علشان يعني غطاء لاستقدام يهود الشتات وقامت دولة وطنية أو قومية وطنية على أرض فلسطين إذن ده بيورجعنا مرة أخرى إلى أسماء الله الحسنة إذا كنا سنتسلح بالدعاء فبالتأكيد يجب أن نتسلح بأسماء الله الحسنة نعم علشان ندعي بها ربنا سبحانه وتعالى نعم وتتحقق الدعوات نعم أنا من وجهة نظري هذا هو الباب الوحيد المفتوح الآن بعدما أغلقت أبواب الشرق والغرب للتصدي لهؤلاء الناس هو الدعاء أو الدعاء يعني وخاصة في السحر خاصة في الفجر قبل إقامة الصلاة أو قبل يعني يا حي يا قيوم يا منتقم يا جبار يا قوي يا عزيزي يا منتقم يا جبار كده وهذا يعني نزلنا الأسماء دي ليه عشان ندعوه بها وكما قال في القرآن فدعوه بها طبعا طيب إحنا محتجين يعني اسم المنتقم واسم الجبار فين إذا لم نحتجه الآن فهذا هو الذي ربما يعني شجعني على أن أختار هذا الموضوع سنتوقف في الحلقات المقبلة إن شاء الله عند كيفية الدعاء بأسماء الله الحسن وسنتوقف ونتأمل كثيرا في كل اسم على حدة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين شكرا جزيلا لكم على هذا الحوار الموصول ونشكركم مشاهدين على حسن المتابع ونلتقي وإياكم والإمام الطيب في حلقة مقبلة بإذن الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته